تعود جبهات القتال على طول قطاع غزة للاشتعال من الشمال حتى الجنوب القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت أن قوات الاحتلال تقاتل في حي جباليا شمالي القطاع وفي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وفي رفح جنوبي القطاع نبدأ من رفح حيث يشون الاحتلال غرات وقصف مدفع يصل إلى منتصف المدينة قوات الاحتلال لا تزال تتوغل حتى الآن بعمق يقدر بنحو ثلاثة كيلومترات حتى شارع صلاح الدين من هنا تتقدم الآليات وتتراجع بفعل الاشتباكات العنيفة التي تخوضها معها فصائل المقاومة كتائب القسام وصرايا القدس تؤكدان قصف الحشود والتجمعات في المناطق الشرقية بوابر من قذائف الهاوندات العيار الثقيل إضافة إلى استهداف الآليات والتمركزات في محيط معبر رفح شمالا إلى حي الزيتون حيث تتوغل آليات الاحتلال بهذا الشكل وتتعرض للاستهداف من قبل قوات وفصائل المقاومة نتحدث عن اشتباكات تخوضها مقاتلي القسام والسرايا في هذه المنطقة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة لتدمير دبابات وآليات في مناطق التوغل بقذائف اليسين والتاندم على الرغم من الغطاء الناري قوات الاحتلال تتوغل في المناطق الجنوبية وكذلك في الأطراف الشرقية للحي دون أن تتمكن من التوغل والسيطرة على وسط الحي بفعل هذه الاشتباكات وتصديات بينما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة عميد يشغل منصب نائب مراقب الأجهزة الأمنية من قبل يومين في هذه الاشتباكات هنا يقع مسجد دار السلام في الشرق من الحي وغربي شارع صلاح الدين قوات الاحتلال تستخدم وتستقدم حفرات ضخمة في هذه المنطقة بغية تثبيت تمركزاتها فيها إلا أنها تتعرض للاستهداف بشكل مستمر كذلك أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مشترك قصف تحشيدات قوات الاحتلال على طول شارعي ثمانية وعشرة بهذه المنطقة على الرغم من اشتداد وطيرة القتال في حي الزيتون إلا أن تمركزات الاحتلال على طول محور نتساريم لا تزال حتى الآن تتعرض للقصف بشكل مستمر من قبل فصائل المقاومة دون أن يتمكن هذا التوغل من كبح ذلك نتجه إلى جباليا هنا حيث تشن قوات الاحتلال غارات وقصف مدفع عنيف يطاول مناطق عدة في الشمال وتتركز هذه الغارات على الأطراف الشرقية خاصة لجباليا إذا ما اقتربنا أكثر فنحن نتحدث عن محور تقدم واحد من الجنوب الغربي أو عفوا من الجنوب الشرقي من ناحية الإدارة المدنية إلى مقبل مراكز الإيواء وهنا تؤكد كتائب القسام خوض مقاتليها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حين تتمركز بعض الآليات عند تلتك ليبو في الشمال الشرقي دون أن تتقدم باتجاه جباليا عند الحديث عن جباليا لابد من التذكير بعملية الاحتلال العسكرية في أواخذ أكتوبر تلك العملية التي فشلت فيها قوات الاحتلال بالسيطرة على المخيم أو القضاء على المقاومة في حينئذ حاولت وتقدمت قوات الاحتلال من الشمال الغربي من أطراف مقبرة بيتلاهية ومن الجنوب من أحياء الفالوجة والقصصيب كما حاولت التقدم شرقا من تل الزعتر وشمالا من أطراف مدينة الشيخ زايد باتجاه مشروع بيتلاهية وقع الاحتلال حيال هذه العملية بكماء وتعرض لخسائر فادحة أجبرته على التراجع حينئذ لم يتمكن الاحتلال سوى من التوغل والتعمق قليلا داخل مشروع بيتلاهية دون اختراق قلب المخيم إذا ما رجعنا إلى التوغل الحالي فنحن نتحدث عن محور تقدم من الجنوب الشرقي هذا المحور الذي لم يسبق أن استخدمته قوات الاحتلال خلال التوغل السابق إذا ما ابتعدنا بالصورة فإننا نلاحظ أن هذه الأراضي هي ذات مساحات واسعة تسهل توغل وتقدم الآليات باتجاه المخيم دون أن تصطدم بالكتل العمرانية التي كان الاحتلال قد انسحب منها في وقت سابق كبيتلاهية أو الصلاطين أو الصفطاوي من الجنوب الغربي إلى هنا نصل إلى آخر التطورات الميدانية والعسكرية في قطاع غزة